سؤال الداني هو بيقول هل الضرب على الجهوب بالخمر ده يؤدي إلى مسألة أن الحجاب يبقى واجب ولا ما يبقاش واجب لا يبقى واجب يبقى واجب ليه؟ لأن الضرب الدرب بيأتي من فوق لتح فيبقى ما كانتش المقصود بس غطاء الصدر لأن الخمار كمان هو بيطلق على غطاء الرأس فأصبح الكلام على أن هذا الخمار يستمر من الرأس إلى أن يغطي أيضا الصدر يبقى إذن أصبح ذلك لأن الخمار هو غطاء الرأس فإذن فأصبح أن الكلام عن الحجاب وإحنا بنقول الكلام عن ستر العور عشان بعض الناس يروحوا راحين لكلمة الحجاب ويقولوا أنت بتقولوا الحجاب ده لأشان يحجبوا عقل لا لا خارس وهذه الآية مجمع على أنها تدل على فرضية الحجاب يعني ما حدش فهم خلاف ذلك من علماء الأمة حدش فهم خالص من علماء الأمة أن هي لا تدل على الفرضية بل كل علماء الأمة أخذوا من ذلك فرض الحجاب والحجاب هنا معناه ساتر العورة فيجب على المرأة أن تستر عورتها اللي هو إيه؟ اللي هو جميع بدنها إلا الوجه والكفين يبقى إلا الوجه والكفين طب ده ليه شكل؟ حاجة تستر جميع البدن مع الوجه والكفين بحيث ما يكونش لا يشف ما يبينش اللي تحته ولا يصف مش محزة أملاز بهذه الطريقة هو ده الحجاب وهذا الحجاب بهذه الأوصاف مجمع عليه مجمع عليه يعني إيه؟ ما فيش عالم من علماء الأمة فهم خلاف ذلك ما فيش خالص ونزاك هذه الآية تدل على الوجه آه بتدل على الوجه يبقى كتب عليكم الصيام من أشد الألفاظ اللي تتعبر لأن فيه حاجة يسمعها اللغة العربية اللغة العربية ما بتكلمش أو تتعامل مع القرآن على إن القرآن جاي عشان نتعامل معاه كإننا أعاجم لا لازم نكون فهمين اللغة العربية ففي تعبيرات من التعبيرات العالية والتي تؤكد على الفرضية بشدة كتبة ومن التعبيرات أيضا التي تدل على الساتر الضرب إنه وليضربنا وليضربنا يعني وليسترنا فإذن هذا يدل على وجوب الساتر العورة ووجوب الحجاب نعم